مجديد يصل صباحكم ومشاهدي جولة الصباح وصلها لفقرة بيت الأورينت الإسبوعية رح نحكي اليوم عن الإعلامية دالين محمد كانت بدايتها مع شبكة أورينت كمقدمة لبرامج الأطفال برنامج أطفال اسمه يلا نحن بالإضافة إلى أنها من فريق السوشال ميديا للقناة وطبعا دالين كانت بدايتها الأولى في عالم الإعلام مع مؤسسة أورينت الإعلامية نتابع أنا عباس بن فرناس أصدية دالين بن فرناس في عنا مشهد لحن مسلو أنا وميشيل هلأ أنتوا فيكم تعلموا كمان مع رفقاتكم وهيك يعني ها ليكا شو طيب الموز شو طيب الموز شو طيب شو طيب هل داعي اي شو طيب الموز من شو بتشكل التلج؟ انت بتعرفي طيب؟ طبعا أنا بعرفك احشيلي لقلك نحشي الرز حطي رز كأننا نحشي كوسموشة كوسموشة كوسموشة؟ من هالكلب بدنا نصبح على دالين يسعد صباحك دالين صباح الخير سونيا وصباح الخير لكل فريل أوريانت المتواجد بالأردن يسعد صباحك كلك نشاطة حيوية وبتنشر البسمة أكيد طلطك كلها سعادة بداية طمرينا عني كيفك اليوم حبيثي؟ أنا كثير منيحة وكثير سعيدة أني معكن اليوم على جولة الصباح بهالبرنامج الصباحي اللي كل يوم بتصبح فيه لانه أنا دوامي الصبح بالسوشيال ميديا فكل يوم حاطة اللايف وقعدة عم بحضركن وعم بستمتع كثير بالفقرات اللي عم بتأدنوا إن شاء الله دائما دالين برنامشكن اللي أنا كثير بحبه إن شاء الله دائما دالين كل شكر دالين انت بداية كمقدمة برامج كانت في أوريان تحكي لنا كيف كانت البداية؟ البداية كانت دخلت تقريبا على الأوريانت وأنا عمري كثير صغير يعني وكان كثير شرف إلي أني أدخل على الأوريانت كانت بالصدفة صراحة كان خبروني إنه في برنامج للأطفال وبدو مقدمة تقريبا بعمري فبلشت فيه وفتنا دورات وبلشنا نأسس هالطفل صغير يلي هو يلا نحنا وصراحة أنا كنت كثير سعيدة بالبرنامج ومز حلو كيف تشوف تجربتك مع المجموعة وشو في عندك شي جديد؟ تجربتي مع المجموعة كانت تجربة كثير رائعة لأنه نحنا كنا تقريبا أعمارنا مكتير بعيدة عن بعض كنا كتير متسليين وكنا نعمل ضج كتير هون بالأوريان لدرجة أنه أكلنا كم إنزار يعني سواشي الحال كان تجربة رائعة جدا والبرنامج بحد ذاته كان تجربة كثير رائعة حكي لنا فريق من نوعه ليس مثل أي برنامج حكي لنا عملي برنامج نعرف أكثر تجربتك مع هذا البرنامج يلا نحن البرنامج هو الأطفال سوريا برنامج حاول يطلعون من الجو الحرب اللي هنا موجودين فيه حسسون أنه أنتوا لسا عادرين إنكم تعملوا شي خاصة بهذه الظروف في كتير أطفال خسرت كتير من جسمه رجلين أو إيدين صار معه شي نفسي فنحنا حاولنا نطلع شي الإيجابي فيه لأنه الطفل بيضل عنده أمل وتفاؤل لو شو ما صار حاولنا نركز على التفاؤل الموجود بقلب كل طفل ونرسم البسمة على وجه برغم الظروف اللي هنا عم يعيشوها سواء كانوا بداخل سوريا أو بخارج سوريا نعم شو في شي عندك جديد دالين حاليا في يعني إن شاء الله في مشروع للأطفال بتحت إشراف الأستاذ محمد عبد الرحيم رئيس التحرير وخلي مفاجأة وأنا أحكي عنه دالين كثير فيه ممكن عم يتساءل وممكن نشوفك يوم بالأخبار كونه أوريانت توجهها أخباري فشو رأيك به الفكرة فيه تساؤل من هذا النوع مظبوط الأوريانت هو أخباري بحث يعني مثل ما بيقولوا بس البرنامج اللي نحنا قدمناك يلا نحنا كان برنامج بتعلق بالشأن السوري مظبوط هو كان مختلف أو هيك غريب شوي أنه قناة أخباري عم تقدم برنامج أطفال بس هو موش بيق موش أي برنامج أطفال كان مختص بالشأن السوري لهيك أنا بلاي أنه كتير كانت فكرة حلوة أنه تعمل تنوع بي برامجه تمام دالين البرنامج حاز على جوائز عالمية ممكن تحكي لنا عن هذه التجارب نحنا كتير كنا فخورين حاز على جوائز عالمية بميونيخ كأفضل برنامج أطفال طبعا هذا بجهود القناة وجهود القناة الألمانية التي كانت رعية هذا البرنامج وإن شاء الله يا رب للتقدم لقناة أوريانت إن شاء الله شو رأيك دالين بأوريانت كونك بلجتي مع أوريانت حكي لنا عنك تنمية كوادير البشرية شو رأيك بتنميتها إليك ولا غيرك ولا زملائي طورت فيك غيرت أه كادر غير عدي لي السؤال ما فهمت كتير يعني كونك بلجتي بأوريانت فأكيد أوريانت إلى بصمة عندك وعند العاملين شو رأيك فيها كتنمية للموارد البشرية لك بلجتي معه أكيد أوريانت بتحتضن المواهب الصغيرة والجديدة وبتدعمهم كتير وأنا أولهم دعمتني كتير وحتضتني كأنه عمري صغير كان كتير وما لقيت أي أنه مثلا فرق بيني وبينهم حسيت حالي واحدة منهم وبعمرهم ما أنه في كتير أشخاص فرق العمر بينهم كتير كبير بس ما حسيت أي فرق حسيت حالي متل مستواهن دعموني وشجعوني كتير سواء كانوا من الصغار بأي يعني بكل كل فريق أوريانتيني موجود والإدارة بصراحة يعني أنا كتير سعيدة كأونا أول تجربة بالشغل إلي وإعلامية تعرف كم يكون صعب أول عمل وأول شغل إليك بالحياة تمام دليل أنت من البرنامج هذا حاليا أنت بالسوشال ميديا فريق مميز متمنى لكم كل التوفيق شو الفرق بين هذا و هذا بين أن نشتغل برامج الأطفال فجأة انتقلت للسوشال ميديا والترويج هلا أكيد في فريق برامج الأطفال بتعرف في جوة غير مهتمة بالطفل جنان طول الوقت وهيك هون هدوء هو قاعدة هون الوقت بس فريق السوشال ميديا فريق جدا رائع عملوا كتير شي حلولة قناة أورينت والسوشال ميديا يعني لكل أورينت وأنا سعيدة كتير بتواجدي معهم بالعكس أنا عم بكسب خبرات جديدة مش شرط الواحد يضل طول الوقت مقدم وبرامج أطفال لازم يتقدم بجميع المجالات وكونوا مجال الإعلام مجال واسع جدا ولبواب كتير أنا كتير سعيدة وإن شاء الله من الأفضل إن شاء الله دالين بدي أسألك عن توقعاتك المهنية لإلك بالسنة الجديدة توقعاتي المهنية نتوقع لبرجة دالي اليوم صراحة أنا مكملة مع أورينت وإن شاء الله هناك شغلات جديدة مثل ما قلتلك ومشاريع جديدة وأكيد عم بطمح للأفضل سترجع يا أستاسي دالي وإن شاء الله يا رب ما بعرض ننشوف سترجع سأرجع إن شاء الله سأرجع على الشاشة لكن لحد الآن لا يوجد شيء 100% مبين وواضح ولكن إن شاء الله هناك أفكار فكرة قائمة ولكن إن شاء الله قريبا دعوهم مفاجأة إن شاء الله حكينا قليلا عن الجو المهني بينك وبين زملائك صار في كارير جديد أكيد ما فنت عليك صار في هلا سوشال ميديا شي جديد فاكي في الجو بينك وبين الزملاء ما عم بفهم عليكي للأسف يمكن الصوت مواضح لكن سأرجع عيد لك يا داليين عم بحكي عن جو الزمالة بينك وبين الزملاء كيف؟ شعور الزمالة كلهم بيعرفوا هون وبيشهدوا أنا مجننتهم كلهم هون بالقناة كوني حركة كثير وما بهدى بس كلهم يعني أنا بحبهم كثير وملاقي المحبة واضحة يعني منهم لقلي مثل إخواتي مثل بيت صغير نحن مثل عيلة هون صغيرة ما في تفرقة أبدا بين كبير وصغير وبين قديم وجديد بالعكس أنا ملاقي المحبة يعني ملي المكان والقناة كلهم إن شاء الله دائما ومن تقدم لتقدم يا دالين كل الشكر للإعلامية دالين محمد يعطيكي ألف عافية شكرا 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 شكرا